على أنه شهدته هالقانون منه فيه كيف ما برمت هالقانون أفضل بمرتان وبثلاثة وبأربعة من قانون الستين أهم شيء نكفي تنحول هالاقتراح قانون يلي تقدمنا فيه وقدرنا جمعنا أكترية نيابية لا أكترية نيابية من كافة الطواقف والمزاهب نقدر نكفي فيه أهم شيء ونحاوله إلى قانون بدي أتوقف عند كم نقطة من النقاط يلي انطرحت بس قبل بدي أقول اللي انطرحت اليوم أنه صراحة طريق الوصول لهالقانون كانت تشيقة جدا جدا يعني أنا من قارب الأشخاص إلي على المسرح السياسي مش بس على مستوى نظرة للأمور على مستوى الشخصي هو سعد الحريري فيني ألكن هلأ وما بكون عم بفشي سر لأنه أجزاء من يلي عم بقوله وصار معروف أنه بآخر جمعتين ثلاثة كنا عم نتفاوض وكأنه أخصام وبعض الأوقات للأسف وكأنه أعداء بالوقت يلي الكل بيعرفوا العلاقة الشخصية يلي بتربطنا ويلي راح تضل تربطنا التفاوض ما كان سهل أبدا أبدا ما كان سهل لأنه كان في عنا نظرات مختلفة للموضوع بس كف التفاوض بأفضل شكل ممكن توصلنا والكل شايفين قبل ساعات قليلة من جلسة اليوم يعني مبارح في الساعة أربعة بعد الظهر ضلينا بالتفاوض تقدرنا وصلنا للتصور يلي وصلنا له مش تالبعد يجوا ويبلشوا يعني يرسموا شفت اليوم على صفحات بعض الجرائد مثل العادي يعني لغتهم للصفرة ووجوههم للصفر ومؤامرات صفرة بكيفة الأحوال يعني منها بعيد عن علمون الأصفر أول نقطة أول سؤال بدي جاوب عليها وبكل بساطة وبكل صراحة لأنه البعض يمكن سألوه هو لاش القوات ما كفت ماشية بمشروع اللقاء الأرثودوكسي أنا بدي أسأل السؤال أبسط من هيكي القوات عندها اقتراح قانون اسمه اقتراح قانون الخمسين دايرة قانون دوائر الصغرى موجود مسجل بأدراج المجلس النيابي بأمانة السر وهالمشروع بتعرفه كان من المشاريع اللي كتير اشتغلنا عليهم هالاقتراح القانون مؤقعنا لها نحن والكتائب والنائب بطرس حرد لاش داخل كل القوات بطلت ماشي بقانون خمسين دايرة لأنه البحث بقانون الانتخابات صار يتدرج معه 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 توصلنا لياللي وصلنا له ولا لحظة من اللحظات كان واضح وين ممكن نقدر نوصل لأنه كان في كتير لعبين موجودين على الساحة بس اذا بقلكم ليش قوات ما كفت بقانون اللقاء الارتودوكسي بعد أبسط من هك ليسوا ببسيط لأنه قانون اللقاء الارتودوكسي ما عاد قدر يكفي ما عاد قدر يوصل لايكو يا أخوان فينا نظل نزيد على بعضنا من هلأ لبكرة وبعد بكرة مثل هلأ قد ما بدكن بس الحقيقة والواقع شيء والمزيادات شيء آخر مختلف تماما أنه شوف فرحتنا إذا جينا كفانا نأيد ما هيك مشروع فضيع الشكل على الوراء بس ما عنده أي أمل أنه سير مشروع نافذ بالوقت يلي نحنا كل جهدنا كان أنه نوصل إلى قانون نافذ بالفعل بالوقت يلي وهي بالتفاوض حتى نحنا والشباب بالتيال وطن الحرة عدة مرات عدة مرات اطرحت عليهم نحنا عمليا معنا رصاصة واحدة نطلقها ما معنا عشر رصاصات لا فينا نقوص رفال ولا فينا نقوص رصاصة وإذا ما زبطت رصاصة تاني لأنه معنا رصاصة هي هالمحاولة اللي عم نقوم فيها للوصول إلى قانون انتخابات جدي وبكيفة الأحوال أنت بتعرفوا ببكركي قداش كان في حماس لقانون اللقاء الأورتوديكسي داخلكم شو اللي دفع المجتمعين ببكركي كلهم سوا وكل الفرقاء كانوا موجودين وبتمنى على الكل يراجعوا محضر اجتماع ثلاثة نيسان كان نهار أربعة ثلاثة نيسان يعني ما عم بحكي من عشر سنين من شهر وكم يوم ببكركي شو اللي دفعوا على أنه يطلعوا طبعا بعد المقرارات واضحة بقرار بتعليق العمل بمشروع اللقاء الأورتوديكسي والبحث الجدي عن قانون توافقي انطلاقا من قانون الرئيس بره اللي دفعوا لهالقرار طب لاش لاش تبنوا أول شي قانون اللقاء الأورتوديكسي ولاش بعدين بهالجلسة بثلاثة نيسان نهار الأربعة الفان وثلاثة عشر راحوا إلى تعليق قانون اللقاء الأورتوديكسي لأنه شايفوا ما نحنا شايفين هلأ كلنا سوا أنا بتأسف أن البعض ضغري نطي زيد علينا هلأ مش تشوف كيف نعمل تنظل نتعوان تنوصل لقانون انتخابات شو اللي دفعوا اللي دفعوا هو أنه من وقته شفنا وشفنا كلنا سوا على أنه قانون اللقاء الأورتوديكسي ما بقى عنده أمل يوصل لمطرح طبعا هاي دي ما كان فيها نقول لهلأ لأنه كنا قبل هلأ بيهلو شكل واضح مع أنه بيان بكركي وقته نقالت لاشو تنعلق قانون اللقاء الأورتوديكسي لو أنه بعد عنده أمل يوصل بكافة الأحوال هلأ لاش قانون اللقاء الأورتوديكسي ما عنده أي أمل يوصل أولا انتراقه من ردود الفعل الكبيري يلي صارت عليه وهون بدي يميز بين شغلتان في بعض القوانين الناس بتمشي معها ونس بتمشي ضدها هذا شي طبيعي ما حدا بتوقف عند هاي دي بس في بعض القوانين أو بعض الطروحات أو بعض العناوين تتسبب بردات فعل عضوي كياني بردات فعل كتير عنيفة أنا هون بدي أسأل إنه شو شو فرحتنا إذا جبنا فرضا فرضا ناك أحسن سجادة عبايت ومنتقل هالسجادة هبطت البيت ويضل في بات مشان تاني مبسط بالسجاد اللي فيه على سبيل المسال اللي حصل فأول شغلي هو إنه نحن وماشيين على الطريق صار في ردود فعل كتير كبيرة وكيانية ما بقت ردود فعل إنه هايك ناس مع مشروع وناس ضد مشروع حيلا قانون هلا قانون المختلط رح لكم رح يكون في ناس معه وناس ضده ناس مع هالمدة في ناس ضد هالمدة فيه بس ما فيه ردود فعل كيانية ما فيه ردود فعل هيكي جوهرية ما فيه ردود فعل بالعمع وبالتالي ما بتهدد البيت كله سوى جل ما فيه بتضل بتضل بإطار المواقف السياسية ردود الفعل على مشروع اللي قال الأورتولوكسي اتخطر المواقف السياسية العادية من جهة أخرى من جهة أخرى دخلكم حتى من أشد يلي كانوا عم بيقولوا أنه مع مشروع اللقاء الأرثوذكسي ما حسيتوا أنه الموقف كل الوقت كان ملتبس أنا بدأ أطرح نقطة صغيرة وقر مشروع اللقاء الأرثوذكسي بالليجين المشتركة عامة أقر يا جورج بتسعة عشر شباط 2013 تقريباً تقريباً من ثلاثة شهر ليش دخلكم وقتاً لحديث هلأ ما منعقد المجلس النيابي وصار في هيئة عامة وطرح على التصويت بالهيئة العامة انطلاقاً من نفس الاعتبرات اللي عم بقلكل عنها انطلاقاً من أنه في كتيرين معتبرين حتى بعد يلي لسبباً أو لآخر قالوا أنه هني مع مشروع اللقاء الأرثوذكسي هن عملياً مش مع مشروع اللقاء الأرثوذكسي وشافوا على أنه خي مش أعطى القصة اليوم بزيت ليهم بدأت مننا تراجعوا الصحف من الجملة صحيفة السفير يلي عنا عليها ميت علامة استفهام واستفهام بس اليوم حاطة بجريد السفير مثلاً مسؤولي من الحزب القومي قبل الجلسة المفترضة كانت اليوم مبارح بالله بصرحين بشكل واضح أنه هني ما رح يصوته على مشروع اللقاء الأرثوذكسي هدا عم نحكي عن مين عن ناس من صلب أهل البيت بما يتعلق بمشروع اللقاء الأرثوذكسي مش بما يتعلق بشيء آخر بما يتعلق بمشروع اللقاء الأرثوذكسي وبالتالي بالمختصر بدون ما استفيدك سياً ديني بت drukاء يا تبقى مشروع اللقاء الأرثوذكسي ما كان عنده عمل يوصل المطرح إلا أنو نظل عملين فيه فولكلور ومهرجان دلقاء ضديق اللقاء الظوذكسي واللي القاء ايرخط اتكلم كيف هنا نظل نعزل في هذه الس jamais sort نصور كان أهلا شيء علينا نحن نكفي مع العزفين اللي قالوا الورتوكسي وإنه 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 بس أنا بقل لكم شخصياً بكل ضمير ما كان عندي أمل على أنه هل أنه ممكن يوصل لمطرح هل يجوز كنا نضيع هالفرصة هالرصاصة اللي عنا إياها على مشروع أنا بقل لكم ما كان عنده أمل يوصل لمطرح أكيد لا تصرف المسؤول مش هاك وبرجع بأكد على أنه لو لا هاك ما كان اجتماع وكلهم كانوا مجتمعين ببكركي برجع بأكد كلهم كانوا مجتمعين ببكركي ما كانوا علقوا العمل بمشروع اللي قال الأورتوكسي وقالوا يلا خلينا رح نبحث عن مشروع توافوي إذا الهدف نمطرح قانون موضوع مشروع قانون انتخابات النمر على بعضنا بيكون شيء آخر نحنا ما قلنا عليها إذا الهدف نوصل بالفعل على مشروع انتخابات على قانون انتخابات بيحسن بشكل كتير كبير وهذا يلي وصلنا له صحة التمثيل هذا بالفعل اللي عملنا نحنا وهذا يلي راح نكفي نعمله بدي اتوقف هون يعني بس نقطين ثلاث صغار تقول انه في البعض اليوم صريط راح انه القوات نكثت بوعدة يعني كسرت وعودة وعودة بشوه لاجتماين عطينا وعود بعز دين اعداتنا وبقول انه بها سياء انه كان عندنا كتير اعدات مع شباب طيال وطن الحر وصراحة بها الاعدات هاي دي كانت الاجواء كانت الاجواء خليني يقول اجواء ودية واجواء نقاش جده من اول لحظة شايفين شو شو موقفنا هولا عم بقلكون هي هلا على هنا اللي له الاعتبارات كذا وكذا 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 نحن الاولوي من بعيد بالنسبة لاننا نوصل لانون توافق يلي هو انطلاقا من الانون المختلط يلي تراحوا الرئيس بري اذا هادي ما زبطت ولا زبط اي شي وبدنا نرجع على قانون الستين لاء ساعته فليكن فليكن يعني ما يمكن ان يكون انو فليكن ما يكون ونروح ساعته بنبعيد وعطول كان يكون هذا موقفنا بطنسا فلا ارجع اسمع بعمل ونقاس وعود اهى وعود غيين احنا معنا وعود لالكن ولا من عقوب لا حدا نحنا وعودنا لحالنا ولا القادر من مسلا والرأي العام والناس ولا دميرنا بالدرجة الاولى بكل اوقت نعمل الشي اللي لازم نعمله مش تنتجر بالشي ونجرب ناخد من وراء شعبية انطلاق من شعبية مفقودة انطلاق من الموقف معينة وتنغش بالاشي لا ابدا موقفنا كتير واضح اشتغلنا بيدانا وبجرينا وبرجع بلكل هاي اول مرة يعني صار في شد حبيل مع حدا بيعتبره من اقرب الاصدقاء واكتر الاصدقاء لبل خيه اكتر من صديق ما فيكن تتصوره قداش الى حد القطيعة بكتير وقت لمدى ايام متواصلة تقدرنا وصلنا على هالانون يلي موضوعيا من احسن الانين يلي ممكن نفكر فيها بيواقع لبناني الحالي هلا لايكو اذا بدكم ننقل على سويسرا من جهة او على السعودية من جهة اخرى ونفكر باونية انتخابية صار بحث اخر بس كمان واحد بدي فكر بالشغلة انطلاق من الواقع اللي هو موجود فيه عم بيحكي بالواقع لبناني الحالي نقطة نقطتين ثلاثة صغار بدي نوه بالجهود يلي عملوها الشباب بتيار مستقبل لانه جديا جديا وهلا بتصور عم بيعرفو يعني من سعد الحريري للرئيس سنيورة منزول هلا بتصور بيكونوا بلا شو يعرفوا لشو كنا عم نشد كل هالشد من جهة تانية بدي اقول انه الاجتماعات اللي عملناها نحن والشباب بالطيار وطيار الحر وواعدي ما ينزعواها بالمزايدة هلا وبدي نقل لهم بكل بكل هايك صراحة وبكل محبة انو اذا بدون يزيدوا راح راح نضطر نزيد مش نزيد نوه نحن مانا ما اضطر ينزيد راح نضطر يعني اكتر واكتر نحكي بالموضوع وبالتالي منكون خربنا واحدة من المكتسبات الأساسية اللي على الطريق بنينيها معنا خلال درسنا لقانون انتخابات هو الاخذ والرد نحن والشباب بالطيار وطيار الحر اللي عم بيبلش هلا يصير على بعض وسائل اعلامون منو مقبول بيحبوا يكافوا هايك بيكونوا هني عم بيرجعوا يرجعوا الاجواء الاديمي الى ما كانت عليه مش انو نكون على طريق البحث بعانون انتخاب نصير هلا نرجع على على اجواء اديمي كلنا سوا بنا نخلص منها رأيكم مش من رأينا هذا حقك نقوله ولا نحن رأينا مش هاي ورأينا هذا القانون المختلط اللي طرحينه والقوات هني والمستعبل والحزب التقدم الاشتراكي هيدا القانون بيأمن نصر بعنيب هيدا حقك وتعملوا تحديق كون ليش وكذا بس نهونيكي انو التخوين والانو نقاس بوعود وعماكن عماكن 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 يشرب روء 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 باكن يعني ما بدنا نبلش بهايدي لانو اذا بلشنا بهاي ما منو نعود نخلص وعنا عنا كتير عنا كتير نحكي بهالمجال انا بفضل ما نحكي بشان هيك بده اتمنى على الشباب بالطيار الوطين الحر يتصرفوا بعقل وبراصاني وبمنطق وانطلاقه من الواقع يلي شافوه بكل عاداتنا فانا شخصيا عادت معهم عدة 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 مرات وشافوه وشافوه تماما عم بحكيه هلا كنت عم بحكيه داخل الاجتماعات معهم وبالتالي ما يجربوا ياخدوا القضية مطرح اخر لانو مش من مستعد حدا خلينا نظل كلنا نسوه هلا مجموعين نحط كل الجهد اللازم لانو كل شي صار اليوم ونتقدم اقتراح قانون هالاقتراح قانون بضل اقتراح قانون تكننا حولناه الى قانون داخل المجلس النيابي اذا بنا نعمل شي جده مش نقول اذا ما مش الارتو دوكسي نرجع الستين هاي مظبوط خياني نقول انه عال الارتو دوكسي لسبب من نماشي للأسباب يلي قلتلكون يها وبالتالي خلينا نروع على احسن شي هلأ موجود من بعد الارتو دوكسي يلي هو قانون قانون المختلط يلي توصلنا له نحنا وبقيت الشباب باربعطاعش ادار بما يتعلق بموقف بكركي بكركي واكبت عن عن قرب كل عملية البحث عن قانون انضخاب جديد واكبت عن عن قرب وبيروح اه ابوية وبيروح محبة وعطول هي تتأمن التواصل بشكل مستمر بها الخصوص من شهرين لهلأ موقف بكركي صار واضح جدا بتأسى كان انه في البعض عم جربوا يتجربوا بموقف بكركي موقف بكركي تماما حرفيا هو اللي عم بقلكون هي بالوقت الحاضر ويلي تبين باكتر من تصريح لاكتر من مرجع موجودين موجودين بكركي بكافة الاحوال اجتمام جميع بكركي بثلاثة نيسان الماضي من اكتر شوية من شهر اكبر يعني هو 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 الدليل الكبرى على توجه بكركي بما يتعلق بانون انتخابات لوصلنا له هو بجهد الجميع صراحة حتى من الجملة بجهد الجنرال العون وشباب التيال وطين الحر يلي بي بيضغط المستمر للوصول الى قانون انتخاب جديد ولو انو ضيعوا بالعنوان شوية بس كنو عم بيعمل ضغط هو المكننا كلنا سوا انو نوصل لهالقانون تعطى نحتفل كلنا سوا هلا بهالقانون لانو صراحة كلنا سوا تعبنا في نحنا اكتر شوية لانو كان علينا بتعرفوا يلي يلي هيك بتصرف في الجملة ما عليك كتير جهد يعمله بس اللي بده يجرب يتصرف بدقة تما يغلط او ما تما يكون عم بيعمل حسابات خطأ او تما يدق من هون او تما يهبط البيت هو عم بتصرف او تما يكسر شباك او تما يكسر خزينة من هون هيدا بده جهد اكبر بكتير بس برضو تعطى كلنا سوا نلتف حول هالمشروع بالوقت الحاضر ونضغط طيصين اقراره قانون كقانون بالمجلس نيابي يتحدد موعد الانتخابات نيابية طالما ونروح كلنا سوا عليها هاد الحبيت واضحوا اليوم اهلا وسهلا فيكن ازا حدا عنده اسئلة بخدر